أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والودر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لب المرصاد صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعزتك يا كريم لا أطلبن مما لديك ولأولحن عليك ولأمدن يدي نحوك مع جرمها إليك يا ربي فبمن أعوذ وبمن ألوذ لا أحد لي إلا أنت أفتردني وأنت معولي وعليك متكلي أسألك بإسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد ولمحمد وأن تقضي لي حواجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين مولاي بك استعنت فاصلي على محمد ولمحمد وأعني وبك استجرت فأجرني وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك ومسألتك عن مسألتي خلقك وانقلني من ظل الفقر إلى عز الغناء ومن ظل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد وعلى ذلك كله صل على محمد ولمحمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين وليألائك من الذاكرين بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نشرع في بحث جواز التعجيز عقلاً متى يجوز التعجيز عقلاً ذكرنا سابقاً وبحثنا سابقاً في أكثر من بحث وأشعرنا إلى أن القدرة هي الشرط في الإدانة وشرط في التكليف أو الاعتبار أو الصياغة أو الحكم فالإدانة لا تشمل العاجز والتكليف لا يشمل العاجز والقدرة التي تكون قيداً وتكون شرطاً في الإدانة وفي التكليف مرة تكون موجودة حين توجه التكليف إلى المكلف ثم تزول بعد ذلك أو توجد بعد توجه التكليف وتزول وذوال القدرة يرجع إلى عدة أسباب زوال القدرة يرجع إلى عدة أسباب من الأسباب العصيان إذا عصى المكلف ولم يأتي بقلات الظهر لم يتوضع أراق الماء إذا لم يكن عنده غير هذا الماء فقد عصى وخالف الأمر بوجوب الصلاة من طهارة مائية في حال الاختيار والقدرة عصى هذا الأمر أو عصى أصل أتيان وأداء الصلاة وفات الوقت أو عصى عن أصل الحج فلم يذهب ولم هيئة المقدمات ولم يذهب إلى الحج فعجز عن أداء الحج بسبب العصيان إذن القدرة هنا زالت عن قدرة المكلف زالت عن أداء الحج بسبب عصيان المكلف إذن لنلتزم بهذا الكلام الآن الذي سنشير إليه تزول القدرة مرة بالعصيان مجرد يعصى المكلف لا يأتي بالواجب لننسى مثال إراقة الماء ونحوه ولكن نقول لم يذهب إلى الحج لم يؤدي الصلاة وكل شيء ممكن عنده ومتوفر لديه لكنه لم يصد لم يأتي بالحج عصى مر وقت الحج مر وقت الصلاة صار عاجزا عن أداء الصلاة ذهبت قدرة المكلف انتفت القدرة على أداء الحج وانتفاء القدرة هنا بسبب عصيان المكلف هذه القضية وهبح ومر يكون بسبب التعجيز المكلف يعجز نفسه كما قلنا أراق الماء ولا يوجد غير هذا الماء للوبوء وأراق الماء باختياره عجز نفسه عن الصلاة من وبوء عجز نفسه عن الصلاة بطهور مائي لو صح التعبير ومر يحصل العجز دون اختياره ويسمى لو صح التعبير العجز يطرأ العجز وهنا مرة يعلم بطرو العجز ومرة لا يعلم يأتي فجأة دون يعلم به مسببا المهم في هذا البحث أننا نقول أن هذه القدرة مرة تنتفي بالعصيان ومرة تنتفي بالتسبيب إلى التعجيز والكلام متى يجوز عقلنا التعجيز إذن نحتاج حصة التسبيب إلى التعجيز إذن قلنا العصيان هو أن يترك المكلف الواجب أو يترك الأمر بصورة عامة وهو قادر على إيجاد متعلق الأمر قادر على الانتفال لكنه لم ينتفل هذا هو العصيان أما التسبيب إلى التعجيز يسبب التعجيز يسبب انتفاء القدرة لو صح التعبير يفعل ما يؤدي الانتفال القدرة القدرة لا يشعل إلى الواجب فهنا عندي في التسبيب إلى التعجيز عندي صورة الصورة الأولى هذا التسبيب إلى التعجيز ولنأخذ مثال الماء يسكب الماء عنده فقط هذا الماء ويخفيه للوضوء فإذا أراق الماء لم يقدر على الوضوء لا يستطيع يوضوء يعجز عن الوضوء فيعجز عن الصلال مائية أو الصلال بتهور من ماء أو بوضوء لو صح الكلام أو لنقول ينتفي أو تنتفي عنده الطهار المائية مع الطهار السرابية فعلى القول بسقوط الصلاة فتسقط الصلاة إذن عجل لنفسه بسبب إراقة الماء هنا هذا التعجيز له صورة مرة الآن لنقول في صلاة الظهر والزوال يتحقق نقول مرة يتحقق الزوال فصار الوجوب فعليا توجه إليه التكريف توجه إليه الوجوب يجب عليه عقلا أن يمتثل الآن نقول إذا عجز نفسه فهو عاصي فلا يجز له التعجيز لأن إراقة الماء فيها معصية فيستحق العقا إذن التسبيب أو التسبب إلى التعجيز أو التسبيب إلى التعجيز أو تعجيز النفس أو الإنسان يعجز نفسه عن أداء الواجب أو عن الامتثال بعد فعلية الوجوب هذا معصيم وهو غير جائز إذن إذا وقع التعجيز إذا وقع التسبيب إلى التعجيز بعد فعلية الوجوب فلا يجوز هذا التعجيز وهذا التسبيب إلى التعجيز لأنه معصيم اذن العصيان واضح معصي التسبيب الى التعجيز بعد فعالية الوجوب ايضا معصي هذا ايضا واضح لا اشكال فيه يبقى الصورة الثانية في التسبيب الى التعجيز وهي ان يقع التسبيب قبل فعالية الوجوب وهذا ضح له علاقة بالمقدمات المفوتة او منه تكون اشارة لذلك البحر وهو ايضا في مثال اراقة الماء والوبوء بالنسبة الى الصلاة الان قبل الزوال قبل فعالية الوجوب اراقة الماء هل يجوز له اراقة الماء وتعجيز الناس عن داء وامتثال الواجب او لا قالوا يجوز كما بينا ايضا هناك في المقدمات فهو تأشرنا الى هذا الامر وفي الحديث عن مسؤولية المكلف تجاه المقدمات قلنا هناك اشرنا سابقا في بعض البحوث السابقة قلنا بان المكلف ما دام الوجوب غير فعلي في حقه يجوز له التأجيز يجوز له اراقة الماء في المثال لا يوجد وجوب من اين يكون مسؤولا عن عن الاتيام بهذه المقدمات اذا انجاز له طبعا اذا وجبت مقدمة بدليل هذا شيء اخر وهذا بحث اخر لكن حسب القاعدة قلنا ان الوجوب غير فعلي اذا انجاز له ان يترك المقدمات لانه لا يوجد مسؤولية في ذمته او عليه تلزمه او يكون ملزما تجاه هذه وتطبيقا لها بالاتيام بالمقدمات اذا قالوا اذا يوجد قولان في التسبيب قبل فعليه للوجوب القول الاول قالوا جواز التسبيب الى التعجيز قلنا لماذا لانه لا فعليه للوجوب اذا لا تكريف وتوجه اليه لا بعث وتحرك اذا لا يوجد معصي وهناك اشرنا الى قلنا يوجد بعض المقدمات تفوت دائما كما في مثال الحاج او قلنا يوجد بعض القضايا الوجدانية في الفقه موجودة ومسلمة فطرحنا بعض التفسيرات هناك هنا سيكون التوجه البحث بطريقة اخرى ايضا نشرنا اليها هناك في بعض البحوث اذا القول اول يجوز التعجيز حسب القاعدة وانتهى الامر القول الثاني قال لا لا يجوز التعجيز وانما هنا نقول المسألة فيها تفصيل يقول الكلام في القدرة القدرة والعجز قدرة المكلف وعدم قدرة المكلف وهي قال باننا تعدفنا سابقا وقلنا يوجد قدرة شرعية وقدرة عقلية اكدنا على البحث هناك القدرة الشرعية القدرة العقلية قلنا القدرة الشرعية نقصد تقييد الملاك كما اشار السيد يقصد تقييد الملاك بالقدرة واشتراط الملاك بالقدرة ودخول القدرة في الملاك والقدرة العقلية يقول نشير اليها عندما لا يكون الملاك مقيدا بالقدرة حتى لو كان التكذيف مقيدا بالقدرة لكن الملاك في القدرة العقلية لكن الملاك غير مقيد فعندما يكون الملاك مطلقا يشمل العاجز والقادر فهي القدرة العقلية يقول ذلك البحث وتلك الصورة وذلك الفرث في القدرة والتقسيم للقدرة يدخل في بحث اليوم وعلى أساسه يحكى أو يقال هذا القول الثاني وهو القول بالتقسيم القول بالتقسيم بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية ماذا يقصد ونحن أشرنا إلى هذا سابقا يقول إذا قلنا بأن القدرة أو إذا ثبت بأن القدرة يعني نقول بدليل أو صار المبنى هذا الأمر إذا لم يوجد هناك دليل فإذا كان دخل القدرة شرعيا أي إذا كانت القدرة قدرة شرعية أما المبنى على هذا أو النص أشار إلى هذا الأمر وقلنا بالقدرة الشرعية الملاك يشمل العاجز أو يختص بال يشمل العاجز نقول أن يشمل العاجز والقادر أو لا يختص بالقادر نقول يختص بالقادر وهذا قبل الوجوب قبل الزوال في المثال لا وجوب عليه عجز نفسه أصبح عاجزا بقي عليه ملاك طبعا هو عاجز فلا يشمله التكريف لكن يوجد ملاك حتى نقول يجب عليه تدارك الملاك أو نقول هو قد فوت الملاك على نفسه لم يفوت أي ملاك عندما سكب الماء لا يوجد وجوب وعندما سكب الماء أصبح عاجزا لا يوجد ملاك لأن الكلام في القدرة الشرعية إذن إذا كانت القدرة قدرة شرعية يجوز التعجيز والفرع الثاني في التفصيل إذا كانت القدرة عقلية لا يجوز التعجيز لماذا؟ يقول إذا قلنا بالقدرة العقلية هو عندما أراق الماء لم يكن عليه وجوب هذا لا بأسفل الكلام لكنه أصبح عاجزا وحتى عندما أصبح عاجزا حتى عندما أصبح عاجزا يشمله ملاك الحكم أو لا يشمل ملاك الحكم نعم يشمله ملاك الحكم فيه مصلحة يريد المولى قلنا ممكن أن يتعلق الملاك في غير المغدور وتتعلق الإرادة في غير المغدور في المستحيل هذا الكلام تحدثنا عنه إذن لهذا المكلف بنفسه وباختياره فوت ملاك المولى وبنفسه وباختياره خالف إرادة المولى حتى بعد إراقة الماء فالملاك موجود والإرادة موجودة فالمكلف إذن يعلم بأنه حتى مع التعجيز سيبقى الملاك ثابتا والإرادة ثابتة فهو بإراقة الماء سيفوت الملاك على نفسه على نفسه حتى لو أصبح أجلا بقي الملاك وبقية الإرادة فالعقل يحكم بقبح مثل هذا الفعل قبح توفية الملاك ومخالفة إرادة المولى باختياره المكلف عندما يفعل هذا الشيء يحكم العقل بقبح هذا وعدم جواز هذا الفعل إذن التفصيل هذا من هذه المرحلة نريد أن نفهم إذن عندي هل يجوز التعجيز هل يجوز التسبيب إلى التعجيز قلنا إذا كان الكلام بعد فعلية الوجوب هذا لا يجوز لا خلاف في هذا إذا قبل فعلية الوجوب يوجد قولان قول يقول بجواز التعجيز لأنه لا فعلية ولا محظور بأن يعجز المكلف نفسه لأنه لا فعلية ولا وجوب ولا تكريف عليه فيريق الماء في المثال وبعد راقة الماء أصبح عاجز فلا ملاك عليه ولا يوجد تكريف ولا يوجد ملاك ولا يوجد إيران طبعا المحظور إذا كان هناك وجوب وهناك وجوب فعلي ولا يمتثل المكلف هنا المحظور القول آخر يقول لا علينا أن نقول بالتفصيل نقول إذا كانت القدرة قدرة شرعية جاز التعجيز لأنه بالتعجيز لا يفوت على المولى بذلك شيء لا فوت الملاك الذي أدركه المولى وتصوره وصدق به ولا فوت شوق المولى وإرادة المولى لتحقيق ذلك الملاك أما إذا قلنا بأن دخل القدرة بأن دخل القدرة عقلي فهنا نقول لا يجوز التعجيز لا يجوز التسبيب إلى التعجيز وذلك لأن ملاك الواجب حسب الفاظ لأن ملاك الواجب ثابت لأن ملاك الواجب ثابت في حق العاجز وذلك لأن ملاك الواجب ثابت في حق العاجز ونختص التكريف طبعا تكريف يختص بالقادر بحكم العقل لكن الملاك يبقى والإرادة أيضا تبقى فالمكلف يعلم بأنه سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل وهذا لا يجوز بحكم العقل فيها لا ممكن توجيه بعض المقدمات المفوتة لاحظ نتمسك بأن نقول بعض الحالات والموارد في المقدمات المفوتة أو من المقدمات المفوتة لماذا؟ نقول إذا ثبت بناء على هذا التفصيل لو قلنا بهذا التفصيل فنقول إذا كانت المقدمات المفوتة هي مقدمات الواجبات التي يدخل فيها أو التي يكون دخل القدرة فيها عقليا إذا لملاك ثابت حتى على العاجز إذا لم يجب على المكلف الإتيام بالمقدمات المفوتة ولا يجب له تفويت تلك المقدمات وترك تلك المقدمات ففي مثال حاج مثلا لو ثبت بأن القدرة ودخل القدرة هو عقلي إذا يجب عليه الإتيام بالمقدمات ولا يجب له تلك المقدمات المفوتة لأنه يعلم أنه سيفوت ملاك فعلي في ظرفه في يوم التاسع من دل حجة في يوم عرفه وهذا لا يجب فعليه أن يأتي بالمقدمات وفي مثال الصلاة يعلم بأنه سي بفعله براقة الماء سيسبب إلى تفويت ملاك فعلي وهو الصلاة بطهور مائي أو الصلاة بطهور بصورة عامة كما طرحنا في المثال الآخر إذا نقول على هذا الفرض يمكن تخريج مسؤولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة لكن قلنا بعض الحالات وهي في حالات ما هي وهي حالات كون دخل القدرة عقلياً أما إذا ثبت كون دخل القدرة شرعياً فلا تجريه فلا يجري هذا البيان فيقال أي تخريج المسؤولية يقال أن هذه المسؤولية تثبت في كل حالة يكون هذه المسؤولية مسؤولية تجاه المقدمات المفوتة تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقلياً لا شرعياً ماذا كان شرعياً فلا يجري هذا البيان والبرهان إذن نقرأ حتى ندخل في الموضوع الذي يأتي بعده متى يجوز عقلاً التعجيز قال القدس سره تار هذا أولاً يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده وهذا هو العصيان إذن هذا أولاً تار تكتب العصيان أولاً العصيان وهو أن يترك المكلف وهو أن يترك المكلف الواجب وهو قادر على إيجاده وهذا هو العصيان وأخرى هذا ثانياً التسبيب أو التسبب إلى التعجيز وأخرى يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيام بالواجب عن الاتيام به وهذا التسبيب إلى التعجيز وهذا التسبيب له صورة الصورة الأولى أن يقع هذا التسبيب إلى التعجيز أن يقع التسبيب أو التعجيز أو التسبيب للتعجيز يقع بعد فعلية الوجوب كحال إنسان يحل عليه وقت الفريضة ولديه ماء صار وقت الزوال ولديه ماء فيريق الماء ويعجز نفسه عن الصلاة مع الوضوء وهذا لا يجوز عقلا لأنه معصية هذا لا أشكال فيه الصورة الثانية في التسبيب للتعجيز الصورة الثانية أن يقع قبل فعلية الوجوب يقع التسبيب إلى التعجيز أو التسبب إلى التعجيز قبل فعلية الوجوب كما في راقة الماء قبل الزوال كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت وهذا يجوز حسب القائد كما أيضا بيننا سابقا وخلال شرح البحث قبل قليل لأنه براقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب عن الصلاة بطهور من ماء عاجزا عن الواجب عند تحقق ظرف الوجوب وحيث أن الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقه إذن لا يوجد تكريب في حقه لأنه مشروط بالقدرة وهو غير قادر عن الاتيام بالواجب يقول لا يوجد محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه لا يوجد محذور في أن يسبب المكلف ماذا يسبب أو يتسبب أو يسبب أو يتسبب في عدم فعلية الوجوب لكن المحذور إذا كان الوجوب فعليا فيترك التكريب ولا يمتثل الوجوب لاحظ فإذن لا بأس على المكلف أو لا إشكاله في أن المكلف يعجز نفسه قبل أن يكون الوجوب فعليا في حقه أما إذا صار الوجوب فعليا في حقه فهنا لا يجوز له التعجز يقول ولا محذور في أن يسبب المكلف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه لاحظ إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه وإنما المحذور في أن لا يمتثل الوجوب في أن لا يمتثله في أن لا يمتثله بعد أن أو في أن لا يمتثله بعد أن يحدث وإنما المحذور في أن لا يمتثل الوجوب بعد أن يحدث الوجوب ويصبح فعليا هذه إلى أن لا يحدث الوجوب في حقه أي لا يحدث أو تحدث فعلية الوجوب حتى تكون واضحة وهناك وإنما المحظول في أن لا يمتثله بعد أن يحدث أو بعد أن تحدث فعليتهم أو بعد أن يكون فعليا أي شيء تريد أن تعب هذه الصورة الثانية يقول لكن هذه الصورة الثانية أن يقع قبل فعلية الوجوب كما لو أراق الماء في المثال قبل دخول الوقت وهذا يجوز هذا القول الأول تسجل وهذا يجوز هذا القول الأول في الصورة الثانية لكن يقول هناك قول ثاني وهو التفصيل ولكن قد يقال هذا الثاني أو القول الثاني قد يقال هنا بالتفصيل بينما إذا كان دخل القدر في هذا الوجوب عقليا أو شرعيا فإذا كان الدخل شرعيا جاز التعجيز جاز التسبيب أو التسبب إلى التعجيز جاز التعجيز المذكور لأنه لا يفوت هذا اللي يقول للتعجيز المذكور أي قبل فعلية الوجوب قبل دخول الوقت في المثال يقول لأنه لا يفوت على المولى بذلك شيئا إذ يصبح عاجزا يصبح المكلف عاجزا ولا ملاك للواجب في حق العاجز يقول أما إذا كان الدخل عقليا وإذا كان الدخل عقليا هذا يعني فرعباء من التفصيل وكان ملاك الواجب ثابتا عندما نقول الدخل عندما نقول يكون دخل القدر عقليا بالتأكيد نقصد أن الملاك ثابت في حق العاجز أيضا أي للعاجز والقادر يقول وإذا كان الدخل عقليا أي دخل القدر عقليا وكان ملاك الواجب ثابتا في حق العاجز أيضا فلا يجوز التعجيز يقول وإن اختصت تكريف في القادر هذه حصرها بين إشارتين يقول وإن اختصت تكريف في القادر بحكم العقل لكن الملاك قلنا يشمل بناء على أن الدخل هو دخل العقلي بالنسبة للقدر يقول فلا يجوز التعجيز المذكور لأن المكلف يعلم بأنه بهذا بهذا التعجيز سوف يسبب إلى تفويت ملاك فعلي في ظرفه المقبل وهذا لا يجوز بحكم العقل يقول وعلى هذا الأساس يمكن تقريف مسئولية المكلف تجاه المقدمات المفوتة كل المقدمات قال لا بعض المقدمات في بعض الحالات بأن يقال أن هذه المسئولية تثبت في كل حالة يكون دخل القدرة فيها عقليا لا شرعيا هذا انتهينا من إذا ندخل في مسألة أخرى جديد مسألة عقلية أو دليل عقلي أو قضية عقلية وهذه القضية هي أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذه المسألة لو سأعى التعبير فيها جهتان فيها بحثان الأول أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم هذه الجهة الثانية أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر هذه الجهة الثانية والحكم الآخر إما قلنا إذن بالنسبة إلى الجهة الثانية أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر فهذا الحكم الآخر مرة يكون مماثلا للحكم الأول ومرة يكون مخالفا للحكم الأول ومرة يكون مضادا للحكم الأول إذن إما الحكمان متماثلان أو الحكمان متخالفان أو الحكمان متضادان هذا سيأتي الخلام أيضا عن في الجهة الثانية إذن الجهة الأولى هو البحث في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ماذا نقصد بهذه الأنوان أخذ العلم بالحكم تضع العلم بالحكم الآن في ذهنك بين قوسين تحصر العلم بالحكم العلم بالحكم هذا قيد إذن أخذ قيد العلم بالحكم أو أخذ شرط العلم بالحكم في موضوع الحكم نأخذ هذا القيد في موضوع الحكم هل يصح أن نأخذ هل يصح أن نأخذ قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم كما سيأتي هل يصح أن نأخذ قيد قز القرب في متعلق الحكم أو في متعلق الأمر لنفهم ما هو المطلب إذن الكلام في أخذ العلم بالحكم أي هذا القيد العلم بالحكم في موضوع الحكم حتى نفهم المسألة الآن يقول السيد والسيد نفس وقلنا الكلام في الجهة الأولى هو أخذ العلم بالحكم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم والجهة الثانية سيكون أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر الآن الكلام في أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم أو في موضوع الحكم نفسه يعطي تحت عنوان استحالة اختصاص الحكم بالعالم به نقول القضية واضحة اذا اخذنا قيد الحكم العلم بالحكم اخذنا قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم نقول تجب الصلاة على العالم او تجب صلاة العالم بوجوب الصلاة او العالم بالحكم طبعا اختص الحكم بالعالم العالم بالصلاة اذا اذا اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم في موضوع نفس الحكم في موضوع الحكم نفسه اي اخذ ايدا للحكم اختص الحكم بالعالم او يشمل الحكم الجاهل واضحة قضية اختص بالعالم ولا يثبت الحكم للجاهل ولا يثبت للقاطع بالعالم الذي يقطع بعدم الحكم والذي يشك بالحكم لا هذا عالم ولا هذا عالم اذا لا يسمله الحكم لان العلم بالحكم قد اخذ في الحكم اخذ في موضوع الحكم وهو قيد الحكم الان اخذ في موضوع الحكم و الان على هذا الاساس سجلت بعض الاشكالات او سجل اشكال رئيس قيل بأن أخذ العلم بالحكم أخذ هذا القيد أن أخذ قيد العلم بالحكم في موضوع الحكم في موضوع الحكم نفس الحكم في موضوع الحكم نفسه أن أخذ هذا القيد مستحيل أين وجه الاستحالة قال أو قالوا لأن هذا يستلزم الدور كيف يستلزم الدور نطرح ما قيل وما يقال بشكل مقدمات أولى وثانية وثالثة ورادعة وخامسة بعض المقدمات يمكن كل مقدمتين تكون مقدمة واحدة لكن نحن للتوضيح ربما نفصل ونفصل ونجزئ للبيان والتوضيح والبعض أيضا هو كتعليل ونحن نعتبر هنا نعطي خصوصية المقدمة نقول الكلام في مقدمات أو في نقاط حتى لا ندخل فيه أشكال وندافع عن الأشكال نقول كيف يستلزم الدور أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه نقول لإثبات استلزام الدور نقول أولا أولا أن ثبوت الحكم المجعول ثبوت الحكم المجعول ثبوت الوجوب المجعول ثبوت فعلية عندما تحدث عن المجعول فعلية الوجوب إذا ثبوت الحكم المجعول ثبوت فعلية الوجوب فعلية الوجوب المجعول يتوقف على أي شيء فكاننا سابقا يتوقف على وجود قيوده والجعل قنا لا يتوقف طبعا هي صور حاضرة هذا شيء آخر وفي الذهن وتحدثنا عنه بالنسبة إلى الجعل فإذلك لا يكون مشروطا مجرد صدور الخطاب فالجعل موجود ولا يعقل تقييد الجعل فالمجعول يتوقف على وجود قيوده إذن لاحظ هذه أولا أو المقدمة الأولى ثبوت الحكم المجعول ثبوت الوجوب المجعول ثبوت الأمر المجعول متوقف على وجود قيوده ثانيا حسب الفرض ماذا نريد أن نثبت الكلام نقول قالوا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم إذن العلم بالحكم من قيود الموضوع ونحن قلنا في المقدمة الأولى ثبوت الحكم المجعول المتوقف على وجود قيوده ثانيا أن العلم بالحكم أن نقيد العلم بالحكم أن العلم بالحكم بين قويسين أن العلم بالحكم من قيود الحكم من قيود الحكم المجعول حسب الفرض لأننا قلنا هو أخذ في موضوعه ونحن الآن نريد أن نثبت الاستحاذة فلنسير معهم فيما يريدون القائلين مع القائلين بالتقييد نقول إذن أولا ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده وأن العلم بالحكم من قيود الحكم المجعول إذن ثبوت الحكم المجعول متوقف على طبعا على كل قيود ومن القيود متوقف على العلم بالحكم إذن أحصل على نتيجة وهذه لتكون الخطوة الثالثة والمقدمة الثالثة نقول فيها إذن ثبوت الحكم المجعول متوقف بدل وجود قيوده نقول وجود العلم بالحكم لأن العلم بالحكم أيضا من القيود إذن ثالثا أي ثبوت ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم ثالثا إذن النقطة الثالثة أو المقدمة الثالثة ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم نعيد المقدمة الأولى ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده الثانية مقدمة ثانية ان العلم بالحكم من قيود الحكم المجعول حسب الفرق ثالثا ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم اي ماذا نقصد مقدمة ثائفة اي الحكم لا داعي ان نذكر المجعول صارت القضية واضحة اي الحكم ولا نقصد الجعل لان الجعل لا يتوقف على شيء الحكم اي لا يتوقف على وجود شيء الحكم اي نقصد حكم المجعول أي الحكم متوقف على العلم بالحكم حتى تكون ويتصور الدور بصورة واضحة بدل أن نقول الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم صارت المجعول واضحة عندي فيكون الحكم متوقف على العلم بالحكم المقدمة الرابعة أو رابعة نقول الرابعة لكن لكن العلم بالحكم لاحظ العلم بالحكم متوقف على أي شيء أنت متى تعلم بالشيء عندما يكون شيء موجودا إذا لا يوجد شيء تعلم به إذن العلم بالشيء يتوقف على وجود معلومه حتى تعلم به لو نقول عن طريق السمع تسمع تعلم بوجود الكلام أو اللغ ترى ثم طبع الصورة فتعلم بوجود هذا الشيء في الخارج إذن العلم يتوقف على وجود معلومه توقف العلم على معلومه بالتأكيد هذه القضية واضحة أين وجود المعلوم هذا الشيء آخر إذن المقدمة الرابعة نقول لكن العلم بالحكم يتوقف على معلومه العلم بالحكم وما هو المعلوم هنا هو الحكم إذن العلم بالحكم يتوقف على الحكم إذن رابعا المقدمة الرابعة لكن العلم بالحكم متوقف على الحكم بين قوسين مسجل من توقف العلم على معلومه وهذه القضية واضحة لاحظا الثالثة المقدمة الثالثة الحكم متوقف على العلم بالحكم والرابعة العلم بالحكم متوقف على الحكم إذن ماذا ينتج هذه المقدمة الخامسة من الثالثة والرابعة ينت عندي الحكم متوقف على العلم بالحكم والعلم بالحكم متوقف على الحكم أي أن الحكم متوقف على الحكم وهذا دور واضح واضح الدور نعيد لا رسم الإعادة المقدمات سأقرأ المقدمات أقول المقدمة الأولى الآن نريد أن نثبت الدور نقول لنسير معهم ونثبت الاستحالة ونثبت الدور نقول المقدمة الأولى ثبوت الحكم المجعول متوقف على وجود قيوده ثانيا أن العلم بالحكم من قيود الحكم المجعول ثالثا إذن ثبوت الحكم المجعول متوقف على العلم بالحكم نحذف المجعول صارت واضح القضية إذن نقول أي في المقدمة الثالثة نقصد بها الحكم متوقف على العلم بالحكم نأتي إلى المقدمة الرابعة لكن العلم بالحكم متوقف على الحكم لماذا؟ لتوقف العلم على معلومه ومن الثالث والرابع ينتج الخامسة أن الحكم متوقف على العلم بالحكم والعلم بالحكم متوقف على الحكم أي أن الحكم متوقف على الحكم وهذا دور الله وهو مستحيل الضمان تثمت الاستخدام نقول لكن يوجد جواب على هذا وسجلت يعني صورة دور بتصوير بما طريحة في هذه المرحلة أو ما سيطرح في مراحل أخرى حسب المراحل وحسب التصورات المتصورة والأجواب والدفع أيضا سيكون له أيضا تعدد في المقام سواء هنا في هذا المقام أو في المراحل اللاحقة إن شاء الله الآن نقول الجواب ولا بس نحن نكتفي إلى حد ما هنا لمطلب معين ونعيد إن شاء الله في البحث الطادم إلى بقية الحياة للفائدة ولأهمية الموضوع ولدقة البحث نقول إنما ذكر الجواب إنما ذكر في المقدمة الرابعة غير تام على أطلاقه ما هي المقدمة الرابعة العلم بالحكم متوقف على الحكم لا ننسى العلم بالحكم متوقف على الحكم توقف العلم على معلومه يقال إنما ذكر في المقدمة الرابعة العلم بالحكم متوقف على الحكم هذه غير تام على أطلاقه ما ذكر في المقدمة الرابعة غير تام على أطلاقه أي أن القول بأن العلم بالحكم متوقف على الحكم غير تام لماذا يقول لاحظة دقة هنا أريد أن تلتفت نحن قلنا ترى الشيء أو تسمع لاحظ كيف الإشكال يسجل من أين تدخل ويتسجل الإشكال يقول لأن العلم بالحكم أو العلم بالشيء لاحظ لأن العلم بالشيء لا يتوقف على وجود الشيء لأن العلم بالحكم لا يتوقف على وجود الحكم لأن العلم بالشيء لا ينتوقف على وجود الشيء لماذا لأن لو توقف العلم بالشيء لو توقف علمه بالشيء على وجود الشيء لصار كل علم صالبا ومصيبا لا يتقطع لأنه يتوقف على وجود الشيء وكم من العلم الخاطئ التفت إلى الدقة لو كان العلم بالشيء متوقف على وجود الشيء أي لا يوجد علم بالشيء ولا يتحقق العلم بالشيء إلا إذا وجد الشيء إذن أصبحت كل العلم صادقة وصائبة لا يوجد أي خطئ وهذا غير واقعي نأتي إلى الدقة هنا يقول بل إذن ما هو الحال إذن على أي شيء يتوقف العلم بالشيء عندما نقول علم بالشيء أنت تعوّف في ذهنك العلم بالحكم نقول بل العلم بالشيء يتوقف على الصورة الذهنية للشيء ومر الصورة الذهنية خاطئة الصورة الذهنية أي المعلوم يسمى المعلوم بالذات أي العلم بالشيء يتوقف على المعلوم بالذات ومر المعلوم بالذات لا يطابق المعلوم بالعرض فلا تحصل الإصابة ومر يطابق يكون العلم سيما وإذن تثبت لهذه الدقة هذه الدقة أيضا طرحت أين في المدلول التصوري في الدلالة التصورية في الدلالة الوضعية قلنا الدلالة الوضعية هي علاقة بين أي شيء تثبت له أركزنا على هذا الأمر قلنا حتى لو قلنا لفظ ومعنى نقصد صورة اللفظ وصورة المعنى لاحظ كيف الدقة وكيف تدخل المضاحث وهذه اللقات العلمية في كثير من البحوث تشحت الذهن في كل مكان قلنا صورة لفظ وصورة معنى هنا العلم أيضا يتوقف على الصورة الذهنية للشيء ومر الصورة نحن نتصور صورة حقيقية للشيء ومطابقة للشيء الموجود الخارجي ومر تكون الصورة غير مطابقة الخارج نحن نقطع في الصورة نقطع في انطباع الصورة وفي استحضار الصورة لصحة تانية فالعلم هو بهذه الصورة الذهنية فإذا طابقت الصورة الذهنية الواقع الخارجي فالعلم صائب وصحيح ومطابقة للواقع وإذا خالفت الصورة الذهنية أي خالفت الواقع الخارجي أو المعلوم الخارجي فالعلم خاطئ فإذا طابقت العلم صائب وإذا خالفت العلم خاطئ برصائ بتعبير آخر نقول إذا عندي معلوم ذهني وعندي معلوم خارج فالعلم معلومه هو المعلوم الذهني بالذات يسمى فالعلم يتوقف على المعلوم الذهني على وجود معلوم ذهني الآن نقول المعلوم الذهني إذا طابق المعلوم الخارجي فالعلم صائب ومصيب وإذا كان المعلوم الذهني غير مطابق للمعلوم الخارجي فالعلم غير مصيب العلم خاطئ النتيجة التي نحصل عليها نقول بأن العلم يتوقف ما هو معلوم العلم المعلوم الذهني وليس المعلوم الخارجي الصورة الذهنية وليس الوجود الخارجي الشيء الذهني أو الصورة الذهنية للشيء وليس الشيء الخارج وليس وجود الشيء الخارج هذه نكتة لطيفة لتبقى فيها ثانيا هذه الصورة الذهنية هذا المعلوم الذهني يسمى المعلوم بالذات أي وضع العلم هذا الذي يعلم به نعلم أو يعلم العالم أولى وبالذات يعلم بالصورة الذهنية يعلم بالمعلوم الذهني ويعلم بالعرض بالمعلوم الخارجي لدلالة هذه الصورة الذهنية على الخارج على نحو المرأة على أي شيء تدلها على جانب آخر أنت باقل كل شيء هذا يأتي بحث إن شاء الله إذا بقيت حياة في بعض البحث التي تأتي إذن الآن نقول العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات أو على المعلوم بالعرض نقول إذن العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات إذن يا مولانا غير غير المقدمة الرابعة التي تقول العلم بالحكم متوقف على الحكم لا تطلق الحكم بصورة عامة قل العلم بالحكم متوقف على الحكم بالذات وليس الحكم بالعرض أي على الصورة الذهنية للحكم وليس على وجود الحكم واضحة نسميها الحكم بالذات إذن المقدمة الثالثة العلم بالحكم متوقف على الحكم بالذات نقول وأما المقدمة الثالثة التي تقول بأن ثبوت الحكم المجعول متوقف على العين بالحق هناك الحكم المجعول أو فعالية الحكم متوقفة على العلم بالعرض الله صحة التابعة إذن لنصل إلى المقدمة الرابعة قلنا وصلنا إلى هذه النتيجة بأن العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات العلم بالحكم يتوقف على المعلوم بالذات يتوقف على العلم بالذات يتوقف على الحكم بالذات أي على صورة الحكم على الصورة الذهنية للحكم أما المقدمة الثالثة وهي بأن الحكم المجعول يتوقف على العلم بالحق فنقصد بالعلم المجعول هذه تكون أدق القضية نقصد بالعلم بالحكم المجعول أي الحكم نقصد به الحكم بالعرض إذن النتيجة ماذا نحصل عليها نحصل أن المعلوم بالعرض أن الحكم بالعرض متوقف على العلم بالحكم والعلم بالحكم متوقف على المعلوم بالذات إذن لا يوجد عندي دور هذه تحتاج القضية إلى الإعادة بالتأكيد حتى تكون واضحة عندي وعندكم إن شاء الله نلتقي إن شاء الله في الحديث في البحث القادم إذا بقيت الحياة وكنا على هذه الحياة إذا كان في الحياة الخير والصلاح لنا يسأل الله تعالى أن يجعل هذا فيه الخير والصلاح وإلا فنطلب أن نكون إن شاء الله معا الصالحين وينتهي ما كتب لنا وما سجل لنا في هذه الحياة إذا لم يكن فيها الخير والصلاح لنا بحق محمد وآل محمد وقائم آل محمد والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرجاء قائم آل محمد وإسهلكم الدعاء اشتركوا في القناة